أزمة كورونا يمكن ناس كثيرة جداً قالوا أنه الأزمة اللي أثرت على قطاعات كثيرة جداً منها القطاع السيحة في كل أنحاء العالم قدرت أنها كانت فرصة لتغيير خريطة السيحة العالمية إحنا استعدنا إزاي خصوصاً مع طبعاً استئناف السيحة مرة أخرى لمصر طبعاً الحمد للإحنا كنا من أوائل الدول العالمية اللي إحنا بادرنا بوضع الإجراءات والضابط الاحترازية للحد من انتشار مرض وباء الكورونا في مصر بالتعاون مع وزارة الصحة طبقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية والتعاون مع المحافظات المختلفة ووزارة الطهران المدني وخلافه والموضوع دو أدى بشكل أساسي وكبير للحد من انتشار المرض والحمد لله بلدنا كانت من أوائل الدول اللي هي بدأت في معدلات انخفاض المعدلات ومازلنا لغاية النهاردة من أقل الدول في العالم في انخفاضاً من ناحية عدد الإصابات طيب استعدادات اللي جاية مع حديث عن موجة تانية لكورونا يعني فعملنا إيه الخطة اللي إحنا وضعناها كمان علشان نقدر إن إحنا نروج للسياحة المصرية ونحافظ كمان في نفس الوقت على السياحة هو الإجابة من شقين في الحالة دي ما زالت الإجراءات والضابط بتاعتنا إحنا ملتزمين بيها وفيما يخص في قطاع الأعمال السياحي الزملاء في ديوان عام الوزارة على طول بينزلوا تفتيش عشان يبقوا متأكدين إن الإجراءات الاحترازية يتم العمل بيها حتى الآن وإحنا الحقيقة لم نتهاون في أي وقت من الأوقات في تنفيذ هذه الإجراءات الاحترازية وأحب أطمن حضرتك طبعاً والسادة المشاهدين أنا نفسي لما بقيت يعني كنت بزور الفنادق المختلفة أنا لقيت إن جميع العاملين في الفنادق عندهم وعي عالي جداً بأن هذه الضابط هي اللي هتضمن استمرار تضفقات السياحة إلى مصر فالموضوع بالنسبة لنا إحنا واخدينه مش بس التزام بالإجراءات والضوابط علشان هي قانون أكتر منه إحنا قناعة مننا بهذا الموضوع تقريباً الخسائر بسبب توقف نتيجة لأزمة كورونا بلغت قد إيه؟ خلينا ناخد الأول أرقام 2019 إحنا كنا وصلنا الحمد لله أكتر من 13 مليون سائح من نسبة زيادة فوق 30% عن العمل الذي سبق وطبقاً للمعلومات الواردة من البنك المركزي حققنا أعلى أرباح في تاريخ السياحة على الإطلاق أكتر من 12 مليار دولار ده إمتى؟ في 2019 في 2019؟ مظبوط أكتر من 2010؟ أكتر من 2010 أرقام السياحة كانت 13 مليون سائح وشوية إحنا 2010 كنا 14 مليون بس إحنا بنتكلم عن الأرباح اللي هي معدل في 2019 حققنا أرباح أعلى معدل في تاريخ مصر أعلى معدل في تاريخ مصر كله وده أعلنوا في عن البنك المركزي وبالمناسبة إحنا كمان كان عندنا مؤشرات جيدة جداً لـ 2020 على الأقل كنا هنبقى زيادة في معدل الإنفاق والسياحة أكتر من 25% فكان 2020 يعني لو الكورونا ما كانتش موجودة كانت هتبقى أعظم سنة للسياحة في مصر على الإطلاق مع الاكتشافات الأثرية طبعاً لتمت الفترة الأخيرة ترجمة نانسي قنقر